الحاجة في فتنة ما بين أولياء الأمور وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم النهاردة الدكتور تار إشاوي بيقول لن أخضع لحرب المصالح وكتب في تدوينه له النهاردة سبت بيقول أن المدارس التجربية ستعمل بنظامها الحالي لجميع الطلاب الملتحقين بها حتى تخرجهم بدون أي تغيير مؤكدا أن نظام التقييم الجديد والامتحانات الأكترونية وتوزيع حاسبات التابلت بالمحتوى الرقمي المتنوع سيطبق على الطلاب المتحقين بالصف الأول الثانوي العام الدراسي الجديد دون غيره مع حصول الطلاب على كتاب مدرس الورقي بالإضافة إلى التابلت المحملة بمناهج إثرائية رقمية ضخمة حلو أو إثرائية دي وأوضح أن تصفح المادة التعليمية الرقمية على شبكة النت داخل مدارس يجري على طريق شبكات داخلية مع جهاز كمبيوتر خادم داخل كل مدرسة المدارس الصف الأول الثانوي ولا يوجد أي تغيير في نظام التنصيق بالجامعات طيب هو كاتب كلام كتير على صفحيته أنا كان نفسي أنه يطلع يقول كندا في مؤتمر صحفي يعني الصوت والصورة غير أنك تتعامل من خلف يعني الفيسبوك ولا تويتر وتكتب بتدوينة وأنا يبدو لي وزير التعليم مش عافلي يعني أنه أول ما ظهر كان بيظهر في الإعلام وبيقوله بيتكلم فجأة كده بدأ يختفي ويتلاشى من الإعلام ويكتفي بالتويتر أنا يعني طبعا هو بيقول أنه ما حصلش تغيير في مدارس التجربية أنا فجأت وإحنا عملنا الإسبوع اللي فات حلقة إنه البرلمان وكان معنا وكيل لجنة التعليم ببرلمان بيقول إنه هيتعرب المدارس التجربية تعريب المدارس التجربية حتى أنا ساعتها كنا قبلها وقلتوله يا نهاري سويد دي مصيبة ده إحنا بنقول نقوي اللغة الإنجليزية عند التلاميذ فدول مدارس التجربية اللي هي المفترض يعني فيها بتدي شوية خدمة متميزة يعني إزي صح التعبير ومن أهم مقاومات الخدمة دي اللغة الإنجليزية فأنت هتعرب المناج يعني هتدي زي ما كان مدرسين إنجليزي وإحنا فيقول إعدادي كان يكتب لك شي بشي شين يه بالعربي كنا بنوع نلطن اكتشفنا إنهما عملوا فينا كارثة لما كبرنا وكل واحد اكتهت بقى عشان يعرف لغة يعني فالوزير بيقول النهاردة لا مفيش تعريب أولي الأمور عملوا مظاهرات بيقولوا لا إنتوا عايزين تعربوا هتعملوا تعريب فين السور يا شباب بتاع المظاهرات لا كان فيه أسر متظاهرة قدام الوزارة يعني ما ينفعش يا جماعة هذه طبعا ردود الأفعال على السوشال ميديا من الأهالي وطبعا كان فيه بعض الأهالي السنة اللي فاتت كانوا بيطالبوا بالتعريب لكن أنا مش همشي وراء الأهالي عايزيني أنا عايز همشي وراء المنهج السليم هو إيه يعني لابد يكون المعيار عندنا ما يحتاجه التلميذ ليس ما يريده التلميذ ده المعيار والحقيقة أنا بهيب بكل الأسر ما يتدخلوش فيه لو زي ما الوزير بيقول كده إنه ما فيش تعريب ولا حاجة والمناهج يعني هتدرس باللغة الأجنبية أو يعني المدارس التي تدرس باللغة الأجنبية لأن يتم تغييرها يبقى تمام قد المظاهرات قدامنا وقفين عند باب الوزارة وعملين مظاهرات وليوفت لو أنتم قريتوها الناس مش عايزة تعريب طب مين اللي قال التعريب الحقيقة البرلمان هو اللي حطنا في ورطة لأنه الأجنة التعليم وافقت على الحكاية دي بشكل آه 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 لا لتعريب التعريب الخطأ والناس دي عندها حق والله العزيزي أنا بحس أحيانا إن البرلمان يعني ملكي أكتر من الملك في أمور بيفسدها البرلمان البرلمان اللي هو يبقى بوصلة المفروض بوصلة لنا ينورنا ويعمل الصح لكن أنا الزبوع اللي فات فجأت النائب ووكيل لجنة التعليم بيقول ده إحنا وافقنا على التعريب ينهري سود أنتو بتدمروا العيال حسب وزير التربية والتعليم ما فيش تعريب أتمنى يكون هذا الكلام مظبوط طيب النهار ده خبر نزل ترجمة نانسي قنقر